بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي الغليين اهلا بكم. النهاردة ان شاء الله معنا شاءة تشطيب. اه دي شاءة طبعا غير التانية اللي انا بس منزل بديوات بتاعتها. اه حاجة برضو النهاردة عايز اتكلم عليها. اه ان شاء الله اه ناس كتير بتبعات لي على اختراع الغلاقة او الخلاط اللي انا بصممه. ونشوف مع بعض الوقتي اه اه تكلفته وفي انواع انا بعملها في حاجة اه قلب صراميك بلاستيك وفي حاجة اه قلب الماني. اه بيتصدد له سن تلت تربة. اه ده دلوقت زي ما احنا شايفين اكساسورات بتاع محبسين دفن. ده اول حاجة طبعا ممنية شطة بالشراع جماعة. اول حاجة بنشتغل فيها اللي هو المحابس. عشان طبعا بتحكم في قفل المية. اه الاكساسورات ده طبعا بتوبة موجودة. مع المحبس. القطع اللي هي البولي اللي بتتعمل في التأسيس. ودول بتحطوا في الكرتونة بتاعتها وبيتعانوا لغاية التشتيب ان شاء الله. طبعا الشغل انا كنت مأسسه من حوالي خمس عوام او ست عوام. بس ده شغل برضو على خط واحد. اه طلع نازل. اه خط شفط يا جماعة. احنا انا ما سمي الخط طلع نازل اللي هو من غير عوامة ده بيباع شفط. لان فيه خط طلع نازل بعوامة وفيه اه طلع نازل اه شفط. شفط ده يعني البرميل ما بتخرمش من تحت. بتخرم من فوق بس. المصورة بتنزل من فوق. لغاية اسفل اعرى الخزان. اه ده احنا بنسميه شفط. طبعا معمول له محبس. اه معمول له فايز. طبعا في الحالة الشفطة دي لازم نعمل فايز للخزان وينزل معانا على اه الموسير معانا. بحيس برضو اه اعرف ان الخزان اتملأ او ان انا بشغله مسلا ربع ساعة ولا حاجة وبحاول ان انا اقافل ماي. الحاجة التانية لو مايشغالها من غير مضخة بطرنا انا في المحبس ده او انا عامله جوة الشقة. يعني المحبس اه انا عامل محبسين ده او يا جماعة. اللي هو بيبقى في الاسفل ده اللي بيقفل عن الشقة وكلها من الداخل. بيقفل عن المطبخ والحمام. طبعا هو محبس واحد يكفي للشقة لان في ناس يبقى مسلا عندهم حمامين او مطبخ فبيعمل في المطبخ محبس وفي الحمام محبس والحمام التاني محبس. فملوش لازم. هو اهم حاجة الدخول اللي عند الشقة محبس واحد يكفي ان هو يقفل لو عند صيامة. بس. المحبس اللي هو فوق طبعا ده بيقفل عن مطبخ الخزان. معانا الخلاط ده طبعا زي ما احنا شايفين. الانطرة تحته بتركب من الاسفل وخلاط غالي اه خلاط كلاته نحاسه غالي جدا. يعني مش غالي او يعني اه في الفئة المتوسطة يعني ما عدل الفين وشوية الطاقة على بعض. زي ما احنا شايفين الانطرة طبعا السن بتاعها اه انكسر. وطبعا ملوش علاج ان هو يتلحم. يعني انا شايف ان ده اعتبر افضل حاجة له. لان القطعة اللي هي السن اللي راجبه. ما بين الانطرة وما بين جسم الخلاط. القطعة ده مش متوفرة للاسف. ممكن تلاقيها وممكن ما تلاقيهاش. يعني ندرة. لان بيكون القطعة ديا عاملة زي النابل كده. بيكون جزء منها حوالي نص بوصة اه. وجزء التاني بيكون يعني ما بيجيش نص بوصة اساسا يعني بيكون اقل من نص بوصة كمان. احنا بيسميه تلات تتميها. فما فيش قطعة ان هي تنفع تركب آآ بديلة لويعا. لانها بتبقى مسلوبة يعني ناحية جبيرة شوية وناحية صغيرة. ناحية الزوالة دي اللي بتركب في الخلاط. اقل من نص بوصة. طبعا لو نص بوصة هتبقى المشكلة هتحلت ان احنا نقدر نركب نبل مسلوب ونركب عليه العنطرة. مفيش مشكلة. الصمارة بتعطي العنطرة تلات تربة. لكن آآ انا مش عارفوا ما بيصمموك كده يعني ليه? آآ المفروض يكون مص بوصة. آآ طبعا آآ احنا بنافل طبعا نحل الخلاط زي ما احنا شايفين وهنركب الخلاط اللي انا مصنعها على ايدي. آآ طبعا الخلاط آآ حاولت ان انا عمله بمادة وللأسف برضو ما تحملش سخنية المية. طبعا في ضغط في السخان. انا قفلت المحبس. لكن بيكون عندي آآ عندنا السخانة جماعة بيتحمل لغاية تسعة بار ضغط. فبيكون جوا ضغط خنزة نفسه. حتى بعد ما نيفروا المية زي ما احنا شايفين بيكون في ضغط فبنفتح المية شوية تنزل معنا المية السخنة زي ما انتم شفتوا كده. لازم نصف المية دي طبعا عشان ما حدش يتقذى منه. قبل ما نحل اي حي. طبعا القطعة مش بتوفرة. لحمته بمادة آآ مادة حديد. اللي هي المادة الامريكية اللي هي اتنين في واحد. آآ لكن برضو طبعا آآ مع الاستخدام او فيه تقريبا اطفال في البيت فاتشعله فيها المهم ان هي انكسرت. وللأسف طبعا انا ما احبش الخلطات اللي بيكون الانطرة بتاعتها من الاسفل. بصراحة مشاكلها كتير. ومش عارفهم ما صمموها لي يعني بتكون مشاكلها كتير. الحاجة التانية آآ بتوطي هي في استخدام او في الغسيلة وفي الكلام دون بتوبة واطية من تحت آآ الحاجة التانية لو في اي نقطة تسريب خفيفة آآ اهو شايفين يا جماعة الجزء دون جزء بيركب ما بين الانطرة هم وبين طبعا السن بتاعه آآ ناطم. ده معنا الخلط تلات تربع جماعة. الخلط ده هو مسبوب له سن. انا عمل له سن داخل لجماعة في الجنبين الاتنين. الحرف التى ده هو اللي فيه الكبشة. آآ معمول له سن داخلي وممكن انا عملت الفيديوهات وانت شفتوها عندي موجودة على القناة. آآ اصابب جلبة نحاس. جلبة نحاس. دي داخل الحرف التى بعد ما بتقطع على المقاس اللي ده نتكلمت عليها بكده لان الحرف التى ده هو التلات تربع اللي هو الخمسة وعشرين ميلي ده هو بيطقطع بمقاس معين. عشان نمركب الكعب اللي عندي الصامولة. اللي عليه الصامولة ده الكعب النحاس يوصل معايا آآ مجافل الخلاط آآ يكون عندي يوصل للمصد بتاع الكعب. لو موصلش له مش هيقفل معنا المياه خلاص يا جماعة. الحاجة التانية طبعا الخلاط ده بيكلب شوية آآ عن اللي هو القلب الصراميك لان ده ركيب له قلب الماني آآ وممكن نركيب له برضو قلب نص بوصة عادي ما فيش مشكلة هو الالماني والقلب نص بوصة مقاس واحد آآ لكن القلب طبعا بيكون افضل لكنه بيكون غال شوية وممكن برضو ما يكونش متوفر كتير زي الاول طبعا بنحاول نشوف الخلاط لو احنا بنركب خلاط ولا حاجة وهنركبه على نفس الصيعة ونفس الكرانك بنقيس الخلاط الاول عشان نشوف لو محتاجين نقفله شوية او نفتحه شوية وبعد كده بنحط الجوان عادي طبعا انا عندي الكعب ده يا جماعة معمول له سن برضو كعب اللي هو آآ اللي هو ركب على الصاموري ده هو الكعب الحاس بيكون تلتة اتمان ده برضو ركيب له بوش آآ مسبوب له بوش جوه البولي جوه الحرف التية يعني انا عندي سن من ناحيتين سن من ناحية الكعب وسن من ناحية القلب حيس انني اقدر اه اغير او عمل صيانة في بعد كده الحاجة الجميلة ان هو طبعا لا في صادع ولا في اي حاجة طبعا ممكن نعمل له انطرة بلاستيك وممكن نركب له انطرة هند مكسر زي اللي احنا شايفينها مع بعض ديا متوفرة ديا في السوق آآ طبعا بكون اشك شوية هي تعريبا نفس التكلفة لان اللي هو اعمل انطرة بلاستيك هعملها مصورة معتمدة عشان تتحمل السخونية بتاعة الميا زي القطع اللي ركبة ده كل لها معتمدة ما نفعش نشتغل شغل شعبي عشان مش هتحمل درجة حرارة المياه العليا طبعا السن اللي مصبوب جوا ده طبعا جميل لان آآ ما عملته في اختراع الغلابة اول فيديو عملته آآ كنت عامل القلب ده على البولي على طول فطبعا الناس كتير قاتلك لو هقول له القلب ده باز هنجي نغيره طبعا هو هيركب ومعمل له سن في البلاستيك يا جماعة لكن طبعا ما بكونش برضو آآ عمره طويل او امتن زي السن اللي هربط عليه النحاس يعني مربط القلب النحاس ده هو على بلاستي غير لما اربطه على سن النحاس جوه طبعا بتفرق برضو ضغط المياه طبعا طلت تربع ما شاء الله اشد من نص بوصة يعني القطع كلها تلت تربع كل ما نحنا بنحتاجه تلات تلاتة حرف تي تلت تربع زي ما احنا شايفين وكبشتين ممكن نركب كوبش نحاس وممكن نركب كوبش بالله العادية دي اللي هي زي اللي راجبة دي دي طبعا حاجات بتوبها كلها على حسب الطلب او على حسب الامكانيات اه بس النهاردة طبعا انا حاولت بس ان انا اه افرقوا طبعا الاختراع الجميل ده هو ان حاجة ما شاء الله ده اخت مية وجميل يا رب اه يعجبكم الفيديو وتنسوش للاشتراك والاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة